أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزراء استعدت بإجراءات جديدة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا إن حدثت مشيرا إلى أن الوزارة ليس لديها أي تخوفات من الجائحة وأوضح شوقي أن العام الدراسي الجديد في أسبوع الرابع بيسير بصورة منتظمة وطبيعية ولا يوجد أي أزمات بتؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس وأضاف وزير التعليم أن الوضع الصحي بالمدارس مستقر للغاية ولا يوجد أي داع للقلق منوها بأن جميع المدارس ستنفذ إجراءات صارمة تزامنا مع بدء موسم الشتاء والأمطار لحماية الطلاب من خطر كورونا مشددا على ضرورة التزام الجميع داخل منظومة التعليم بارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار الفيروس 15 إجراء جديد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وهي كالتالي 1. تحقيق التباعد الاجتماعي بين التلاميذ داخل الفصول الدراسية 2. الزام جميع العاملين داخل المدارس بارتداء الكمامات الطبية 3. عدم الانتظار في فناء المدرسة أو الحمامات 4. تخصيص غرف عزل بالمدارس للمعلمين والتلاميذ لعلاج الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا 5. توافر أعداد كبيرة من دورات المياه بالمدارس 6. عند القيام بأنشطة رياضية بيراعة تطبيق إجراءات مكافحة كورونا 7. بيتناول كل طالب الطعام والشراب الخاص به 8. خروج الطلاب لتناول الطعام في فسحتين بتوقيطات مختلفة 9. كل معلم بيرافق طلابه من الطبور إلى الفصل وينظم دخولهم وجلسهم 10. تطبيق إجراءات غسل اليدين جيدا بالماء والصابون 11. ترك مسافة آمنة بين الطلاب وعدم المصفحة داخل الفصول الدراسية وفي أثناء الطبور الصباحي والفصحة 12. رفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية بمن فيهم أسر الطلاب 14. التهوية الجيدة للفصول الدراسية واستخدام الأغراض الشخصية فقط 15. تقيم المدارس والفصول الدراسية قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي 15. تقيم المدارس والفصول الدراسية